الامن اول الغيث الحكومي ففي جلسة العمل الاولى شكل الوضع الامني محورا اساسيا من الجلسة وسط اجواء اجمع وزراء الاطراف كافة على ايجابيتها الجلسة استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية اكد فيها ان الوضع الامني بات يستوجب معالجة جدرية ثم كلمة لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام اشار فيها الى ان الموضوع الامني يجب ان يكون الاولوية من بين اهتمامات الحكومة وانتهت الجلسة لتكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في ترابلوس وأحيائها وجبل محسن وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية عن هذه الأعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة تعكيد على الالتمزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاجها ترابلوس ومنطقتها والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار والمقررة ضمن خطة إنماء مختلف المناطق اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء كان من المقرر البحث في موضوع تحويل فرع المعلومات إلى الشعب إلا أن مصادر وزرية أشارت إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل البت بالموضوع مدة أسبوع التأجيل شمال أيضا مختلف التعيينات القضائية والأمنية والإدارية أما في موضوع ذات الاتصالات تجدر الإشارة إلى أنه في موضوع تمديد تسليم ذات الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية تحفظ وزراء حركة أمل واعترض وزراء التيرى الوطني الحر وحزب الله وقد أوضح الوزير جبران بسيل أن الاعتراض كان من باب احترام حرية اللبنانيين كما قال ومن المواضيع التي تم تأجيلها إحالة الجرائم الإرهابية إلى المجلس العدلي لضم كل الجرائم الإرهابية ثم إحالتها جميعا الجلسة سبقها لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله عرض للأوضاع العامة بجدول أعمال دسم سياسيا وأمنيا انطلق العمل الحكومي وأمام الحكومة المزيد من المواضيع التي ينتظر اللبنانيون حلها على أمل أن لا يقف الاختلاف السياسي جدارا أمام تنفيذ مزيد من القرارات التي تحتاجها لبل تقتضيها المصلحة الوطنية من القصر الجمهوري في بعبدة شرب العبود تلفزيون مستقبل